السلام عليكم كيف الحال يا شباب في البداية تقول الله صلى عن النبي اللهم صلى وسلم عليك يا نبي زي ما عودتكم كل اتنين بنزل لكم اخبار الاسبوع اليوم مقطعنا عن اخبار الاسبوع من فورتنايت جايب لكم اخر الاخبار فقبل ما نبدأ المقطع اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وخلينا نبدأ بالاخبار طيب في الخبر الاول عندنا يوم التلتاء 15 اغسطس تحديث المحتوى الجديد هذه النقطة دايما اوضح لكم اياه في كل مقطع اخبار تحديث المحتوى هذا التحديث يصير داخل ملفات اللعبة تظهر لنا بعض الاشياء الجديدة تلقائيا في اللعبة يعني هذا التحديث احنا ما لن نصلاح فيه ولا نحمله تمام طب خلينا اتقول لكم بعض الاشياء الجديدة اللي حتصير في هذا التحديث اول شي عندنا هذه القدرة هذه القدرة المفوض تظهر معنا في الايام السابقة لكن الى الان ما ظهرت معايا بعض الاشخاص ممكن ظهرت معاهم بطريقة الخطأ تمام فالاشخاص اللي ظهرت معاهم يرسيلي في التعليقات هذه القدرة ايش نظامة تعطيكم سلاحين شتقن النار وسنايبر النار ضروري هذه القدرة تتوفر معنا في تحديث المحتوى هذا لانه فيه تحدي من تحديات آآ كسر اللعنة يخصه لسنايبر فهمتوا كيف؟ او ممكن حيضيفوا معانا شنايبر جديد او انهم حيرجعوا لشنايبر لانه فيه تحديات تخصه لشنايبر بعد كده عندنا اللقطات اول ما نزل السيزن كان معانا ثلاثة اجزاء في ملفات اللعبة لتحديات اللقطات اللي هي مهمات اورا ومهمات الجندي السمكة ومهام شلون لكن بعد ما تخلص تحديات شلون تظهر في الاخير حاجة مكتوب عليها ستتوفر مهمات اللقطات قريبا فممكن حيتوفر معانا جزء رابع اللي يبغى الجزء الاول والثاني والثالث جميع التحديات احط لكم روابطة اسفل الفيديو بعد كده عندنا الجهاز وجدران اطلال الدمدمة في عندنا مراحل لهذه الاشياء اللي هي الجهاز والجدران الموجودة في اطلال الدمدمة خلينا اول شيء تكون لكم مراحل الجهاز هذا هو الجهاز هتكون عندنا المراحل هذه لاحظوا جميع المراحل اللي هتصير معانا شوفوها امامكم انا وضحتها قبل كده في المقطع الاخبار لكن هاوضح لكم اياه ثاني مرة هذي جميع المراحل شوفو الي ما تكتمل بالكامل شوفو شايفين هذي المراحل اللي هيصير عليها الجهاز طيب عندنا الجدران الموجودة في اطلال الدمدمة الجدران هذي لو انتو دخلتوها عندنا في جهتين الجهة الاولى اللي الصورة الثلاثة اللي فوق والجهة الثانية الصورة الثلاثة اللي تحت الصورة الثلاثة اللي فوق كان عندنا المرحلة الأولى اللي هي بدون شي المرحلة اللي في الوسط بدأ النور يتوهج الصورة الأخيرة هيبدأ يتوهج اللون بالكامل واللي تحت نفس النظام واللي تحت بتجسد نفس شكل الجهاز عندنا المرحلة الأولى كانت بدون نور بعد كده بدأ يتوهج النور وآخر شيء هيتوهج النور بالكامل هذه جميع المراحل اللي حنحصل عليها في خلال هذه الأيام تمام؟ في كل مرحلة إن شاء الله سنزل لكم صورة في المنتدى على التطورات اللي بتصير بعد كده عندنا السيزين الجديد كثير من الأشخاص رسلوا لي في التعليقات على موضوع الموسم الجديد وإيش فيه تسريبات وفيه أشياء صراحة صارت تسريبات لكن كلها أقاويل ما فيه شيء مؤكد كل مسرب بتكلم على مزاجه تمام؟ خلينا تقول لكم أهم الأشياء النقاط الليش صارت في هذا التسريبات أول شيء عندنا كثير من صانعين المحتوى جاءتهم هذا الشيء هذا المجسم على صورة زيل هلال الأحمر فكثير من المسربين قالوا إنه هيكون الموسم الجديد يسموه قمر الدم تمام؟ لكن بعد كده في ملفات في التحديات سلون السرية في الملفات الصوتية ظهر في كلام في سلون إنه هيصير فيه كسوف تمام؟ فيه كسوف للشمس فمستحيل هيكون فيه كسوف للقمر القمر يسموه خسوف قمر لكن ما فيه كسوف قمر فهمتوا كيف؟ فبعد كده أتعدل المواضيع هذه وبعضهم قالوا إنه هيكون فيه كسوف للشمس وحيكون فيه لون أحمر لأنه الشمس ما تنكسف منها جزء الجزء الأخير يبين كده زي اللون الأحمر تمام؟ اللي هو وقت الغروب فقالوا حيكون فيه كسوف وحيكون فيه رئيس في الماب والرئيس هذا حيكون مصص دماء تمام؟ وقالوا بعض الإسكنات اللي حتظهر لكن ما فيه شيء مؤكد يعني كل واحد بيقول ممكن إي وممكن لا تمام؟ ما فيه شيء أكيد نهائيا في الأخير أستنتج من حاجة واحدة إنه الموسم الجديد حيكون اسمه الكسوف لكن ممؤكد حتى المسربين ذكروا هذا الشيء وقالوا في كلامهم إنه الشيء ممؤكد إلى الآن بهمتوا كيف؟ فإن شاء الله يوم 20 أو 21 أغسطس حتظهر أول تشويقات للموسم الجديد يوم 20 أو 21 أغسطس حتظهر أول تشويقات إذا ظهرت التشويقات هذه حيظهر لنا الأشياء المؤكدة إيش هي وإيش اسمه الموسم الجديد وقتها إن شاء الله حسوي لكم مقطع يأكد كل الأشياء يعني هذه الأشياء صح أو ألط وحتكون لكم جميع الأشياء اللي حتظهر معنا في الموسم الجديد فيه قائمة كبيرة أنا سجلتها عندي لكن باقي الأشياء الصغيرة اللي هي الإسكينات والأشياء هذه إن شاء الله حضيفها وحنزلها بمقطع وأجيب لكم جميع الأخبار تمام؟ بعد كده عندنا تعاون فورتنايت وWWA هذا التعاون المفروض حيصير في خلال هذا الأسبوع لكن إذا فورتنايت أجلته فهيظهر معنا في الأسبوع في الموسم الجديد وهذه الشخصيات اللي حتكون معنا إذا نزلت في خلال هذا الأسبوع حتنزل تمام إذا ما نزلت لأنه موجود الآن في ملفات اللعبة إذا ما نزلت فأكيد فورتنايت حتأجلها للموسم الجديد بعد كده عندنا سكينات مارفل سكينات مارفل حتظهر منها عشرين قسم في مجر العناصر وحتظهر في خلال هذا الأسبوع يعني عندنا من اليوم من غدنا الثلاثاء إلى نهاية السيزن في أي وقت ممكن حتظهر هذا الشيء أكيد مية في المية وموجود في ملفات اللعبة هيظهر منها عشرين قسم يعني هيظهر منها أجسام كثيرة بعد كده عندنا يوم الثلاثاء 15 أغسطس ينتهي تخفيض الحزمات في عندنا أربع حزمات أنا ذكرتها كذا مرة إنه فيها تخفيضات يوم 15 أغسطس يعني التخفيض هذا اليوم في تغير الأيتم شو بيصير يوم الثلاثاء 15 أغسطس فالليلة ممكن حتتغير حينتهي التخفيض أو غدنا الثلاثاء تمام الحزمات اللي حينتهي التخفيض عليه هي هذه وعندنا حزمة أساطير الحمم وحزمة أسياد الحمم وحزمة باقة تأملات الظلام يعني عندكم فرصة إلى الليل اللي يبغى يلحق الحزم يلحقها جميع التخفيضات أسعارها وكم الفرق وكم كل شيء أنا سويت له مقطع وحط لكم الرابط أسفل الفيديو بعد كده عندنا يوم الثلاثاء 15 أغسطس الساعة أربع مساء تحديات كسر اللعنة الدرجة الثانية تمام هذه التحديات أنا سويت لها تسريبات ونزلتها في قناتي وكثير من الأشخاص رسلوا لي في التعليقات يا صياد الدرجة الثانية إلى الآن ما ظهرت معنا لأنه كثير منكم أما يشاهد المقطع ما بيشاهد المقطع بالكامل أنا نهاية المقطع ذكرت نقطة مهمة قلت لكم أنه التحديات هذه تسريبات وحتظهر التحديات يوم الثلاثاء 15 أغسطس لكن كثير منكم ما بيشاهد المقطع بالكامل فعشان كده ما يعرف المعلومة هذه وبيرسل لي في التعليقات يا جماعة اللي حابب يدعمني دائماً يشوف المقاطع بالكامل لأنه مشاهدة المقطع بالكامل هذا أكتر شيء يدعمني تمام وهذه الجوائز اللي حتظهر معنا عندنا خمسة جوائز اللي يبغى التحديات أحط لكم الرابط أسفل فيديو حاول أنكم تعرفوا التحديات عشان أول ما تنزل تعرفوا تسووها بطريقة سريعة وإذا نزلت التحديات هسوي لكم مقطع كمان شرح للتحديات لأنه ممكن فيه تحدي يصير عليه مشكلة يغيروه أو شيء فأكون أنا أمسوي المقطع بالكامل بعد كده عندنا يوم 16 أغسطس أو 17 سيتوفر اسكن بطولة فينيسيس في مجر العناصر تمام؟ هذا الاسكن سعره 800 في بوكس اللي بيسأل على السعر 800 في بوكس وحيكون فيه حزمة قيمتها 1600 في بوكس هتظهر في مجر العناصر يوم 16 أو 17 أغسطس وحتستمر لمدة 3 أيام أو 4 أيام بعد كده حيغادر وما حيرجع تاني نهائيا تمام؟ فالليه يبغي يشتري يحاول يشتري طيب فيه نقطة مهمة كده بوضحها خارجة على الموضوع هذا يا جماعة أي شخص معاه في بوكس وما معاه يعني بعض الأشخاص معاه ألف في بوكس انزل اسكن زي هذا يقول لك خلينا أشتريه طب أما يجي الموسم القادم يقول لك ما عندي أشتري البيت الباس فأنت كنصيحة مني لكم اللي معاه معاه في بوكس كافي يحاول يرفعه للموسم القادم ليه؟ لأنه البيت الباس بيعطيكم تمانية سكنات ورقصات وأشياء كثيرة واستهيلات فلا تضيعوا هذا كله عشان سكن بعض الناس يقول لك هذا الاسكن نادر طب سكنات البيت الباس نادرة ما حترجع ثاني ففتحوا مخكم في الموضوع ده اللي معاه في بوكس يحاول يرفعه تمام؟ فهذه الحزمة إن شاء الله حتنزل في متجر العناصر بعد كده عندنا يوم الأحد عشرين أغسطس ستتوفر الجائزة الأخيرة لبطولة فينيسيز اللي هي حقيبة الظهر يوم عشرين أغسطس تمام؟ بعضهم قالوا ممكن حيتقدم يوم واحد وعشرين إذا صارت يوم يعني بعد الساعة 12 هيزيد يوم لكن ما عليكم إن شاء الله أول ما يبدأ البت هنزل لكم الخبر زي العادة في المنتدى وفي الاستجرام وفي الاسناب وفي الديسكورد اللي يبغي يضيفني في التواصل في رابط أسفل كل مقطع مكتوب تواصل مع الصياد في جميع التواصل اللي يبغي يضيفني يضيفني تمام؟ فإن شاء الله هذه الجائزة هتظهر يوم عشرين أغسطس في عندنا طريقتين أنك أنت تحصل عليه موقع ما بهبوط الأساطير وعن طريق الموقع الجديد وجميع الطرق أنا سويت لها مقاطع وحط لكم الروابط أسفل الفيديو طيب هذه كانت جميع أخبار الأسبوع حطوا ببالكم حاجة واحدة دائماً أما نزل مقطع الأخبار بعض الأحيان بعد ساعة أو ساعتين تظهر أخبار جديدة أو ينفك التشفير عن بعض الأشياء وتنزل تسريبات جديدة فإذا ظهرت معي تسريبات أو أخبار جديدة سنزلها في المنتدى وإذا ظهرت أخبار كثيرة سأسوي لها مقطع خاص لوحدة كذا وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وإن شاء الله نتقابل المقطع آخر وفأمان الله اشترك في القناة